طيب هو عملياً مفيش حاجة بتبقى مرقمانة نسبة 100% يعني أنا النهاردة علشان أعمل توكيل من يوسف للمهندس خالد أنا هقدر أعمل شوية حاجات على المنصة بس أنا لازم هروح أستلم التوكيل من المكتب هي الاستلام التوكيل من المكتب لسبب واحد بس لأن أنا لازم أتأكد من حاجتين أن أنت عملت التوكيل ده بدون أي ضغط أو جبر وفي نفس الوقت أن أنت تكون مؤهل يعني برضو لازم نتأكد أن هذا الشخص أنا ممكن نعمل توكيل عام رسمي وبالتالي لازم أبقى متأكد أن أنت ده وأنا باتفق على مسألة أننا لازم أستلموا بنفسي لأن كده أنا بقول هو عملياً في الدنيا ما بيش حاجة مرقمانة 100% لا بس أعوال لحاجة حاجة أنت مثلاً لقصة القيادة توصلك على البيت بطاقات التموين بتوصل على البيت ورقم القوي ممكن يجع على البيت ورقم القوي بيوصل على البيت ففي خدمات كتيرة ما بتستدقيش لكن أنا مثلاً لو عايز أفحص العربية لازم أروح لأمكان الفحص صح فبالتالي في بعض الخدمات بتحتاج أن أنت تروح بس أنا عايز أكون أنت هناك يبقى كل حاجة هتمت وأتأكد من العلم العربية أتأكد من الأهلية عشان تخلص الخدمة على تلك يعني مثلاً عملية بيع العربية والشراءها هنا في طرفين هروح أستلم التوكيل وخلاص كده تمام غير كده هلأ قدر أعمل كل حاجة من على التليفون مفروض بيانات شهدت البيانات كل ده كل ده موجود النهارده بالفعل يعني كل ده تقدر تطلع شهد بيانات تقدر تدفع مخالفاتك تقدر أنت تجدد الرخصة كل ده موجود خلاص تقدر بالنسبة للمسلاً منظومة التمويل منظومة التمويل العقاري حذر كنت لسه تتكلم من رئيسة السندوق صحيح فإحنا بتقدم على البوابة وإن شاء الله كمان هيبقى فيها الدفع على البوابة وهكذا إحنا مش عايزين المواطن ينزل من بيته خلاص دي الفكرة والتحاول الرقمي مش بس مايكانت خدمات يعني برضو لازم نبقى شايفين جانب آخر من التحاول الرقم البيانات اللي طبعا دي كنزة حقيقي طبعا لأن أنا بيها بعرف إذا كنت ماشي صح ولا لا مش بس ماشي صح في الخدمات أنا ماشي صح في السياساتي ماشي صح في قراراتي وبالتالي هي بتدي تبقى هي البصلة لصنع القرار وعشان يغير في السياسة يعني ممكن نقدم سياسة والسياسة دي ما تبقاش في السياسة إحنا كل الحكاية عايزين نوصل إن الدولة كلها تدار بالبيانات يعني إيه يعني أخذ قراراتي بالبيانات أشوف تأثير قراراتي على الناس بالبيانات صح صح فالبيانات هي المحرك الرئيسي أو هي العنصر الرئيسي اللي إحنا بندور عليه عشان خطري يبقى فيه حوكمة وترشيد انفاق وكمان مؤسسات فاعلة وكفأة كل ده اللي إحنا بندور عليه ترجمة نانسي قنقر